سعى قادة مجموعة الثماني خلال اليوم الثاني والاخير من قمتهم هذا الثلاثاء إلى توصل إلى توفق حول الأزمة السورية بعد ممارسة ضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تأييد مساعيهم ووقف دعمه لنظام رئيس السوري بشار الأسد ومن المتوقع أن يوقع القادة على إعلان في ختم أعمالهم وسيتنول خمس نقاط متمتلة في إيصال المساعدة الإنسانية داخل سوريا ومكافحة التطرف ورفض استخدام الأسلحة الكيميائية ومرحلة انتقالية ديمقراطية وفق المثال الليبي وإقامة سلطة تنفيذية في البلاد وحاول الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظره الروسي فلاديمير بوتين إخفاء الخلافات بينهما حول النزاع في سوريا رغم أنهما اتفقا على ضرورة الدفع في اتجاه عقد مؤتمر جناف الثاني للسلام موفد يورو نيوز إلى إيرلندا الشمالية جيمس فريني يقول هناك مجموعة من الأسئلة لتزال بدون أجوبة حول سوريا في اجتماع قادة مجموعة الثماني المنعقد خلفي هل تسليح الثوى سيغير الواقع الوحشي على أرض الواقعة؟ وكيف يتم تمييز حقا بين ما يسمى المعارضة المعتدلة والمتطرفين في هذا الصراع المصمر منذ عامين؟ اشتركوا في القناة